اشتركوا في القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وصفة لتحضير الريب احسن من المحلبات بطريقة هي ناجحة تخليه يجيكم عاقد ومتماسك ناتجة كيف تلاحظوا معي امامكم ناجحة مئة بالمئة ريب لهو متماسك يعني وخاق نقلبوه او نحركوه كيبقى عاقد والنتيجة اكثر من رائعة ما نطولش عليكم نخليكم مع مكونات الوصفة وكيفية التحضير نحتاجوا اترو ديال الحليب انا اختيت كاستر واندرت فيه اترو ديال الحليب بالنسبة لحليب انا نستعملت حليب ديال ابقار حليب طبيعي يعني حليب بلدي نجو ما تخطروا تستعملوا حليب ديال اللي كيتباع غيهية هذا كيكون ناقص من المكونات وكيكون جاري شوية يلا استعملتوه مالاحسن زيدوا عليها في كل لتر حليب زيدوا عليهم ما بينجوج مع القلب 3 ديال حليب بودرة نحتاجوا كذلك السكر حسب الضوء واحد اليوغورت طبيعي بنكهة الفانيلا او بدون سكر وصاشي ديال او كيس ديال سكر بنكهة الفانيلا بالنسبة لليوغورت ستعملون النوع العادي بنكهة الفانيلا بدون سكر وما تسعملوش النوع السائل او النوع الكريمي هذا هو المكونات الوصفة اليوم سوف نأخذ هذا الحليب سوف نشعر عليها النار وسوف نخليه حتى يصل إلى درجة الغلايان سوف نقام مرة مرة نحركه حتى يفيد لا تنقص منه حاجه بالنسبة للطريقة اللي كنت نقص منه كين اللي كنت نقص منه حاجه حاجه حتى يخلط به اليوغورت وفاني مال أحسن نخليه حتى يفيد وتسنو عليه حتى يبرد سوف نقص منه حليب كله معقم عكس ان نقص منه حاجه لا يكون حليب كامل معقم ويقدر تكون فيه بعض الجراتيم المهم هذه هي معلومة بالنسبة للناس الذين ينقصوا حاجه حاجه يخلطوا بها اليوغورت سوف نحركه حتى يصل إلى درجة الغلايان من بعد يصل إلى درجة الغلايان ومن بعد يصل إلى درجة الغلايان ومن ثم نخليه حتى ينزل درجة الحرارة يبقى مالذي قد يكون يجب أن يخلطوا يجب أن يكون سخون تحتاجه حليب كامل يجب أن يتحمل درجة الحرارة سوف يتحمل درجة الحرارة من الضبدة لن تتركه حتى يبرد يجب أن يكون سخون الزبدة 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 المحلسة المحلسة خلط الزبدة الزبدة مع الخلط. كنخلط مزيان. نحاول تخلط الخليط مزيان. انا ما زال ما ضفش نفس السكر وتو ما تقدروا تضيفه السكر في هذه المرحلة. انا يبغى ندير نصف السوس والنصف عادي بالسكر. غادي نحيط الكمية اللي من بعد بخلط المكونات الجنس ومزيان. غادي نحيط الكمية اللي بغيتها تبقى بدون سكر. وغادي نضيف سكر. هنا اضفت تقريبا نصف لترس. ضفت ليهم ملعقة ونصف ديال السكر. صافي. خلطت مزيان. صافي. وغادي نعمر الكووس ديال حاولوا اتخذوا شيء كووس هكا. كي تحملوا شوية درجة حرارة. عمرتهم بجوج. سواء هذو الحليب اللي بالسكر او بدون سكر. احنا يا شوفوا سبرك الله. هذه الزبدة طلعات الفوق. كيف ما انا قلت لكم في بداية الفيديو. هذا الريب كيكون احسن بالحليب البلدي. يعني الحليب اللي كتبع في المحلابات. احسن من الحليب المعلب ولا الحليب المبسطر. كي يكون المواد كلها مستخلصة منه. تقريبا ركي يبقى غير ماء. المهم انا سخنة الفران ديالي. كتبت تخنوه شوية ما كيكون. كتبت تخنوه شوية ما كيكون. كتبت تخنوه واحد طاوة بحلاكة اللي كتبت تدخل الفران. كتبت تفرجوا فيها واحد الميندير. وكتبت تستفو في هذوك الكووسات ديالكم. انا يعلمت هذوك الكووسات اللي غنضير في مراي بمسوس. علمتهم ازدعليم هكا شوية ديال الشوفان. ذلك الميوس اللي دياجا حضرت معاكم في القناة. اه سافي وغ تغطيهم في السلوفان. وغدين. تغطيهم في واحد الميندير من الفوق. مزيان هكا قاعنا جنب. سافية وغدين دخل الفران اللي سبق لي سخنته كما قلت لكم وطفيت عليه النار. وغدين خليه بباد الليلة كاملة. وهنا اصباح انا احليت عليه بعد ما مرات تسعة ساعة تقريبا. لقيته مازال خاصة واحد شوية ما زال ما واجدش. خرجته من الفرن وسخنته من جديد ورجعت الريب ديالي وخليته ست ساعة اخرى. وكان الريب ديالي واجد كيف ما كتشوفه. بالنسبة للمدة اللي كيكون واجد فيها الريب. رها تختارف على حساب درجة الحرارة للجو. يعني اول حساب الفصل. مثلا انا صيبنا الريب في الصيف. رها ديوجد لنا في مدة اقل. مثلا غي. اربعة ساعة او ست ساعة رها يقدر يكون واجد. اه دبل حر بارد. ذاك الشاش ياخد مدة طويلة. المهم انا تقريبا اخذ لي واحد ستاشر ساعة او ثمانتاشر ساعة. اه داخل في احت المدة اللي دخلت وطلاجة. بالنسبة اللي بغ وان شاء الله. في شهر رمضان. كيكتر طلب حلاكة على هذا الانواع. ديال. اه اه او شي حاجة بحلاكة بارد. اتقدروا توجدوهم على الصباح. رغد يكون وجدوهم. ان شاء الله ستناولوا في وجبة الصحور. وجدوهم على الصباح. ان شاء الله سيكون في وجبة الصحور. وكيف ما كتشوفه هنا. انا يا بعد مخرجت من تلاجة. تقريبا اضحة جسوات تلاجة. كيف ما كتشوفه وراء كي يكون متماسك. كما ترى هنا الكؤس مقلوبين ومع ذلك لا تضح من قطرة الماء لا يكون ناشف ومتماسك ومتجانس الماء من الوصفة ناجحة ببئة بالمئة نتمنى أن تجربوها وإعجابكم وكان هذا هو الاقتراح لي اليوم إذا أعجبتكم الوصفة فقط أجيوها مع الناس الذين تعرفون لكي كل شيء يستفيد وخليوا لي يا جيم إذا أعجبكم الفيديو إذا كنت تشاهدوني أول مرة لا تنسوا الضغط على الزر الأحمر للشراك وفعلوا الزر الجرس لكي تواصلوا الجديد لي خليتكم في آماني الله مع السلامة اشتركوا في القناة